اشتركوا في القناة اول حاجة مفهوم التجربة الشعرية وانواع التجربة الشعرية وعناصر التجربة الشعرية خريطة ديه كده عشان تسهل لك الدرس مفهوم التجربة الشعرية بعد كده انواع التجربة الشعرية بعد كده عناصر التجربة الشعرية ايه مفهوم التجربة الشعرية يعني ايه تجربة شعرية واللي هي الخبرة النفسية للشاعري حين يقع تحت سيطرة تأثير موقف ما فيندمغ فيه بوجدانه وفكره ثم يخرجه في الإطار الشعري الملائم الشاعر يقع تحت تأثير موقف ما؟ موقف حقيقي أو موقف خيالي فيندمغ في هذا الموقف بفكره وعاطفته ثم يخرج هذا التأثر في صورة الأبيات الشعرية يقول معي كده هي الخبرة النفسية للشاعر خبرة نفسية للشاعر حين يقع تحت سيطرة تأثير موقف ما سواء حقيقي أو خيالي فيندمغ فيه عيش فيه ينفعل معاه يندمغ فيه بوجدانه بالعاطفة وفكره ثم يخرجه في الإطار الشعري الملائم يبني عندي الشاعر هون قصة كده الشاعر هيتعرض لموقف حقيقي أو خيالي يتأثر به يتأثر بهذا الموقف ويفكر فيه فيستحوذ على فكره وعاطفته ثم يعبر عن هذا بشعره هذا مفهوم التجربة الشعرية طيب التجربة الشعرية دي أنواعها أنواع عندي تجربة ذاتية وتجربة عامة وذاتية تحولت لعمة يعني تجربة ذاتية تجربة ذاتية أن الشعر يتكلم عن نفسه عن تجربة هو اللي خضها بنفسه حاجة تخصه هو الكلام من أول بيت لآخر بيت كله عن حياته الشخصية زي مطران خليل مطران في نص المساء عندنا في زي المنهج القديم في نص المساء مطران خليل مطران من أول بيت لآخر بيت بيتكلم عن نفسه ومشكلته وحبه اللي لازي فشل والمرض اللي ألم به وبعد كده راح لإسكندرية وشط الإسكندرية وشاف الغروب والغروب ده بيسرع النهار كده فالعمرة هيروح زي ما النهار بيروح والظلام والظلام ده يعبر عن الألم التي يعيشها دي اسمها تجربة ذاتية لما شوف الأبيات بتتكلم عن الشاعر عن ذات الشاعر بس عن نفسه بس بنقول على تجربة ذاتية طيب عندي تجربة عامة التجربة العامة إن الشاعر ما بيتكلمش عن نفسه خالص يتكلم عن حاجة تخص الجميع عن الوطن عن مشاكل الوطن عن مشكلات عامة زي نص هواك يا وطني لمحمود حسن إسماعيل فيما تجربة ذاتية تحولت لعمة الشاعر بدي يتكلم عن نفسه بعد خمس ستة أبيات سبع أبيات تليه يتكلم عن مشكلة عامة زي أحمد شوف غربة وحنين بدي يتكلم عن نفسه في المنفى ثم بعد ذلك أخذ يهاجم الاحتلال يبقى دي تجربة اسمها تجربة ذاتية تحولت ليه لعمة طيب عناصر بقى تعالى بانخش على الموضوع الأساسي بقى عناصر التجربة الشعرية عناصر التجربة الشعرية ثلاثة الوجدان والفكر ووسائل التعبير اللي هي الصور التعبيرية الوجدان يعني العاطفة يعني ايه يعني المشاعر يعني الإحساس يعني الشعور يعني الأحاسيس العاطفة بتاعت الشعر هذه العاطفة هي اللي بتعطي للشعر الذاتية تعطي له صدق شعوري تعطي له الصدق الشعوري في صدق التجربة لازم يكون فيها صدق سواء موقف خيالي أو حقيقي بس لازم يكون ايه يكون في صدق في التجربة طيب وتعطيها الروح يعني العاطفة تعطي للتجربة الشعرية الذاتية والروح طيب النوع التاني أو العنصر التاني الفكر العنصر التاني الفكر الفكر هو الذي يعطي للأبيات الدقة والترابط الفكر اللي بيعطي للأبيات الدقة والإيه والترابط يبقى أهم عنصرين عندي في التجربة الشعرية الوجدان والفكر أهم عنصرين عندي في التجربة الشعرية هي الوجدان والفكر الوجدان العاطفة تعطي للتجربة الذاتية والروح والفكر يعطي للتجربة الدقة والترابط يتلاقي الأبيات مترابطة فيها دقة فيها تسلسل فيه الترابط بتاعها كلها كده الأفكار جاية جاية كده ورى بعضيها طيب بعد كده الوسائل التعبيرية الوسائل التعبيرية الوسائل التعبيرية دي نعتبر ان الوجدان والعاطفة دولا الاسياد والوسائل التعبيرية دولا الخدم بتوع الوجدان والعاطفة ليه؟ لان التجربة الشعرية الصادقة هي التي يمتزك فيها الوجدان بالعاطفة الشعر تعرض للموقف وعاشوا بوجدانه وافكاره تأثر فيه العاطفة والفكر لكي يخرجوا في صورة ابيات شعرية محتاج الوسائل التعبيرية هي الفاظ والصور والاخيلة والموسيقى لكن الوسائل التعبيرية هي الفاظ والصور والاخيلة والموسيقى دي الوسائل التي يعبر بها الشعر على الصور التعبيرية الألفاظ والألفاظ دي لازم تكون واضحة وموافقة لقواعد النحو وبعيدة عن الغرابة طيب الصور والاخيلة عندنا في حاجة اسمها خيال جزئي العلم البيان اللي احنا خدناه في اولى وتانية قبل كده تشبيه الاستعارة الكناية المجازة الجديدة علينا الصورة الكلية ودي بدأت من اول مص المساء بدأت معانا من اول المدرسة الرومانتكية من اول مطران خليل مطران هم اللي بدأوا يرسموا لوحة فنية بدأ الشاعر يرسم صورة فنية لوحة فنية هذه اللوحة الفنية تتكون من الصورة وأجزاء الصورة وخطوط الصورة وصف كل للصورة أجزاء الصورة اللي هي بنقول مثلا الصورة معك فيها الشاعر البحر ايه الصخرة خطوط الصورة الصوت اللون الحركة زي مثلا مطران خليل مطران في نص المساء لما رسم صورة جميلة في لوحة فنية جميلة في نص المساء نص المساء ده انت ممكن ترسم له ترسمه الشاعر وهو على الصخرة واقف على الصخرة ترسم البحر مطران خليل مطران وترسم الغروب وترسم الشمس اللي بتغرب فبدأ يرسم لوحة فنية من خلال الابيات انت ممكن تستشعرها يعونا ميول كده ايه شاكن الى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحي الهوجاء ثاو على صخر اصمي وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالسقم في اعضائي والبحر خفاق الجوانب ضائق كما دنقصد لي ساعة الامساء اه فين الصورة اللي رسمها مطران خليل مطران رسم صورة فنية جميلة هو وقوفه على شاطئ البحر يشتكل البحر الامه ثم بعد ذلك اجداء الصورة الشاعر الصخرة البحر الامواج طيب خطوط الصورة تتمثل في الصوت واللون والحرقة جيب له كلمات بتدل على الصوت زي شاكن والبحر البحر اللي صوت يجيبوني طيب رياحي لو جاء اي حاجة فيها صوت اللون عند البحر برضو البحر الميالالون الموج الموج يمشي لون ويمشي صوت ممكن الكلمة الوحدة تمشي معك في الصوت واللون والحركة الحركة عند الموج برضو وعند اضطراب في حركة برضو كل دي كلمات فيها حركة يبقى لما الصورة الكلية ما تجيش تقول لي خطوط الصورة اه الصورة الكلية بتاعت الصوت واللون الحركة لا الصورة الكلية صورة تدي وصف كل للصورة الشاعر يقف على شاطئ البحر يشكو الامه الى البحر طيب اجزاء الصورة تقول لي بقى انك بترسم فعلا الشاعر الصخرة البحر الامواج الوروب طيب خطوط الصورة عندك الصوت تتعاق اللون الحركة دي الصورة والأخيلة قبل المدرسة الرومانتكية كان الصور والأخيلة مقالة علم البيان فقط من اول المدرسة الرومانتكية بدأ tools تنقسم لعلم البيان والصور الكلية والصورة الكلية اللوحة الفنية فريد يومة اوراق موسيقى جميعا أمر داخلية ولا خارجية يا إما داخلية يا إما خارجية الموسيقى الداخلية بتكون معايا نابعة من تناغم الألفاظ والعبارات والصور والأخيرة الموسيقى الداخلية دي موسيقى خفية بنشعر بيها بنحس بيها من خلال تناغم وتفاعل الألفاظ والعبارات اللي موجودة معاك والصور والأخيرة اللي موجودة معاك في الأبيات طيب الموسيقى الداخلية الخفية دايما نابعة منين نبغى نابعة من تناغم وتفاعل الألفاظ والعبارات والسور والأخيلة طب الموسيقى الخارجية اللي بيها ظاهرة واضحة من حكتين يا إما الوزن والقفية وده بيكون في الشعر العمودي في الشعر العمودي يعني في المدرسة الواقعية ما تلاهوش اللي هو شعر أبيات في بعض وشطر أول وشطر ثاني في البيت والمحسنات البدعية سواء نبعى بقى من التصريع من الجناس من حسن التقسيم هم دولة إيه الموسيقى الخارجية بتكون حاجة من دولة فيبقى التجربة الشعرية عناصرها وجدان فكر وسائل تعبرية الوجدان العاطفة المشاعر الأحاسيسي اللي بتدي لأبيات ذاتية صدق شعوري روح الأفكار بتدي دقة وترابط طب التجربة بقى الشعرية الناجحة تجربة الشعرية الناجحة هي نتاج الفكر والوجدان معا لابد أن يمتزج الفكر بالوجدان في كل تجربة شعرية ناجحة يكون فيه امتزاج للفكر بالوجدان ليه؟ لأن التجربة الشعرية لو بقت خالية من العاطفة مفيش عاطفة خالص مفيش ايه؟ مفيش عاطفة خالص إذا غلب على التجربة الشعرية إذا غلب عليها جانب الفكر كانت جامدة فيش عاطفة وفقدت روح الشعر وحرارته ما تحسش بيها يعني مثلا في الفيت ابن مالك بيقول ايه؟ بالجر والتنوين والندى ومسناد اللي لسمه تمييز حصل دي قبل دا بيت شعر طب تجيش تقولي بقى الله يا سلام شايف؟ لا دا بيت شعر علمي بيعلمك قواعد ان نحن هو الصرف دا بيت شعر دا مفيش عاطفة خالص فده جامد الروح الصدق الشعوري مختفي مفيش ذاتية ولا روح طيب إذا غلب عليها جانب العاطفة أسبحت فيها نسياب عاطفي لازم يكون فيه فكر وعاطفة يعني الشعر لما يقول ايه؟ واها لسلمة ثم واها نواها يا ليت عيناها لنا وفاها انت عايز تقولي طيب ايه الفكرة اللي انت عايز توصلها للناس؟ واها أتلهف لسلمة ثم أتلهف أتلهف يا ليت عيناها لنا وفاها وبعد كده ايه الفكرة اللي انت عايز توصلها؟ دا اسم انسياب عاطفي اذا تعطي العاطفة ومفيش فكر بنسمي دا في انسياب ايه؟ انسياب عاطفي عشان كده بنقول ان التجربة الشعرية النكحة اللي بيمتزك فيها الشعر اللي بيمتزك فيها الفكر بالعاطفة عشان كده احنا بنقول دايما ان الشعر الجيد هو الذي يفكر بقلبه الشعر الجديد اللي بيفكر به بقلبه بوجدانه بعاطفته ويشعر بعقله والتجربة الشعرية الناجحة هي التي يمتزج فيها الفكر بالوجدان يبقى التجربة الشعرية عبارة عن مفهوم التجربة الشعرية وقلناه وأنواع التجربة الشعرية ذاتية عامة ذاتية تحولت إلى عامة مفيش انواع تانية عناصر التجربة الشعرية عبارة عن وجدان عاطفة وفكر بيمتزجوا البعض وسائل تعبرية ليه الصور التعبرية شوية الالفاظ والصور والاخيلة الالفاظ دي لازم تكون نبع من عاطفة عاطفة الشعر هي كذا وقد اثرت هذه العاطفة على الفاظ فجاءة الالفاظ من وحي العاطفة مثل كذا وكذا وكذا تجيب له كلمات كلمة واحدة او جملة زي ما انت بتحل معاه في التدريبات وتحل معاه في تدريبات تانية علشان تعرف تطبق كويس ويا سلامنا قلت له هذه اللفظة توحي بكذا والصور والاخيلة برضو بتكون نبع من العاطفة برضو ونبع من الفكر الشعر وعاطفته طيب والموسيقى قلنا اما داخلية اما خارجية بس الفاظ والصور والاخيلة دول خدمين الوجدان والفكر لان الوجدان والفكر مش هيخرج عاطفة الشعر وافكاره اللي عايش فيهم في الموقف مش هيخرجوا لنا في صورة اطار شعري إلا بشوية الفاظ وبشوية صور واخيلة وبشوية ايه وبشوية موسيقى في الاسئلة بالنظام القديم كان يجيب لك امتزجة في هذه الابيات وجدان الشعر بافكاره كنا بنقول ساعتها كنا بنقول التجربة الشعرية الناجحة هي التي ينتزج فيها الفكر والوجدان وقد امتزجت عاطفة الشعر وكنا بنذكر له العاطفة بالوجدان بفكر الشعر وبعد كده بنشرح الابيات يعني كنا بنقول ايه امتزجت عاطفة الشعر وهي كذا بافكاره بعد كده شرح مختصر للابيات لكن احنا في النظام الجديد كله اختيار من متعدد تبعني في حل التدريبات الشاملة على البلاغة انا حل التدريبات على ما سبق درسه في كتاب الاضواء احل تدريبات شاملة من كتاب الاضواء برضو احلها لك كلها بالنظام الجديد يعني كل الاسئلة المقالية حولها لك الاختيار من متعدد واحط لك لها اسئلة تانية جديدة على التدريبات اللي جاية من كتاب الايه من كتاب الاضواء ماشي طيب يعني هو ممكن يسألني واللي والله يجيب لي ابيات يجيب لي ايه نوعز التجربة هنا ذاتية في الاختيارات ولا عامة ولا ذاتية تحولات العام ولا جميع ما سبق طيب عاطفة الشعر في هذه الابيات هي كذا ولا كذا ولا كذا تابعني في حل التدريبات وهتشوف تدريبات معمولة بنظام هيخليك تقف على قدم سبتة في درس التجربة الشعرية يتبقى لنا حاجة في ملهج تالت سنوي بعد ما خلصنا التجربة الشعرية ودرس الوحدة الفنية من العصر الجاهلي وعصر صدر الاسلام والعصر الاموي والعصر العباسي وبعد كده مدرسة الاحياء والبعث كله ده اغراض متعددة في القصيدة الشعرية متفككة القصيدة مفيش موضوع واحد طول القصيدة تلاقي في كذا موضوع لغاية لما جي متران خليل متران وبدأ يتكلم على الوحدة العضوية وعمل الوحدة العضوية ظهرت معنا من أول المدرسة الرومانتكية يعني بدأت معنا من أول نص المساء كده من أول المدرسة الرومانتكية يعني إيه الوحدة العضوية يعني إيه الوحدة الفنية الوحدة العضوية أن الأبيات كلها بتتكلم في موضوع واحد عطفة وحدة أفكار وحدة طيب لما يقول هل تحققت الوحدة العضوية في الأبيات قالوا تحققت لأن وحدة الموضوع كذا واذكر له وحدة الموضوع وحدة الجو النفسي اللي هي العطفة كذا ونذكر العطفة الفكر والسور تحققت في ظل الوحدة الفكرية والشعورية وترابطها وتكاملها تعال ناخد كده على الوحدة العضوية مثال كده قال ابراهيم ناجي ذلك الحب الذي صور من مجد بالفقر لعيني ربيعا إنه بصرني كيف الورى هدموا من قداسة الحصن المنيعة وجلال الكون في أعماقه أعينا تبكي دماء لا دموع هنا تحققت الوحدة العضوية تحققت في وحدة الموضوع رؤية الشاعر للناس من منظر الحب الشاعر يرى الناس من منظر الحب طب وحدة الجو النفسي حبه لعاطفة الحب هو بيحب إنه يعقلن الحب إنه ناس حب بعضيها لكن الناس هدموا ده هدموا ده حبه لعاطفة الحب وحزنها على ضاعيه بين الناس الوحدة الفكرية في ترابط الأفكار وتسلسلها في ظل الوحدة الفكرية والشعورية كنا بنكتب الكلام ده في النظام القديم كنا بتحسي بالإجابة صحيحة ونمزوجية طيب لكن في النظام الجديد برضي قلت لك تابعني في حل التدريبات الشاملة اللي هنزلها لك سواء من كتاب الأضواء أو من كتاب الامتحان هنزل لك بعد الدرس ده مباشرة خمس تدريبات من كتاب الأضواء من التدريبات الشاملة على البلاغة بالنظام الجديد كلها اختيار من المتعدد هتقف خليك تقف على أرض سابتة في درس الوحدة العضوية بالنظام الجديد طيب ممكن يجيب لك أبيات مش متحقفة في الوحدة العضوية قال حافظ إبراهيم إني لأجد في هواكي صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواقي لهفي عليكي متى أراكي طليقة يحمي كرام حماكي شعب راكي والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كنمطية الإخفاق أنا كتبت البيت التالت بلون مختلف أبيت دي جدت مرة في سنة من السنين في امتحان سنوية عامة وهل تحققت الوحدة العضوية هو في الأول عاطفة حب مصر بعد كده تكلم عن العلم يبقى كده الموضوع مختلف لم تتحقق الوحدة العضوية لاختلاف الموضوع في موضوعين معاك في موضوع عن مصر في موضوع عن العلم طب مدام اختلف الموضوع أكيد العاطفة بتختلف طب مدام اختلف الموضوع اختلفت العاطفة أكيد الأفكار مش مترابطة الأفكار مختلفة يبقى ما فيش ترابط ما بين الأفكار يبقى كده ما فيش تحققتش الوحدة العضوية ده درس الوحدة العضوية ودرس التجربة الشعرية باختصار المنهج الجديد في منهج ثلاثة سنة والجزء الجديد معك في البلاغة تابعني بقى ان شاء الله على قناتنا بأسلوب بسيط وصفحتنا بأسلوب بسيط في حل التدريبات الشاملة اللي تخليك تقف على الدرس ده بقدم سابطة قوية بعد الدرس ده مباشرة هنزلك تدريبات شاملة من كتاب الأضواء مباشرة عشان تعرف تحل فيها اذا كان عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب وتفعل الجرس وتشترك معنا في صفحتنا وتعمل عليها برضو متابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته